عميل من عملاء المنظمة الغير حكومية المعروفة باسم وينجي اديس اتعرض للسرقة يوم امس الثلاثة ستة وعشرين مارس الفين واربع وعشرين في كارتيانا سمنقالي في المنطقة الثالثة او ترازم ارندسما في العاصمة الشادية انجامينة والنادم السرقودة جاي يسحب قرص من البنكو ووقت ما قبل لما كان خدمته بموتو لحقو سراريكا بموتو ووقفو في سمنقالي واطلقو لي النار في ركبتا وشالو من قرص قدرة مية واربين الف فرانك سيفا افريقي ووفقا للشهداء احد قبار اعضاء المنظمة الغير حكومية اعتقدوا الناس الهاجمو ان الضحية دي سحبت مليون من البنك وكانت خيبة املهم كبيرة في الافلاد بمبلغ اقل من مليون فرانك سيفا افريقي قام الرئيس الانتقالي محمد ادريس دي بي اتنو بعد الظهر اليوم بلقاء المسؤولين عن السنديكات بالاضافة الى الالتزامات التعهد بها الحكومة لتلبية بعض مطالب العمال بنهاية مارس الفين واربا وعشرين امر الرئيس الانتقالي بالتطبيق الكامل لجميع النقاط والواردة في الميثاق الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الموقع في يوم اربعة الفين واحد وعشرين اكتوبر بين الحكومة والشركة الاجتماعيين الفين واربا وعشرين اكتوبر هو الموعد النهاي الحددته الرئاسة الدولة للحكومة من اجل التنفيذ وفي كينيا لم تتمكن العائلات من جميع رفاة احبها الماتو بعد صيامهم لهد يوم الثلاثة ستة وعشرين مارس وعدد الناس التوفى يوصل لـ 429 نادم قبل عام بحاية قبل نهاية العالم الاعلنها في اغسطس الفين ثلاثة وعشرين والثلاثة تم تسليم اربع الى العائلة وفي بلدة مالديني بيكينيا اعلن رئيس عمليات الطب الشرعي يوهانسن ادوار ومدير التحقيقات الجنائية مارتين انجورتو في بيان ان المتوقع من العائلات اخرى يوم الاربعاء والخميس وحتى الان تم التعرف على اربعة وثلاثين جثة فقط وما زال تعين التعرف على اكثر من ثلاثمائة وتسعين جثة تستطيق مدينة لوقا عاصمة ولاية لوقون الشرقية بطولة المنطقة الجنوبية لقرة السلة للسيدات وينظم هذه البطولة التي تقام خلال الفترة من ستة وعشرين الى تلاتين مارس في مركز البيادي في منطقة صراح مع خميس دوريات الاقليمية في منطقة الجنوبية اطلق حقام ولاية لوقون الشرقية توكي دادي هيمينت بطولة كرة السلة للسيدات وهذه تجمع بين فرق من المقاطعات الخمسة في المنطقة الجنوبية وهي مند الشاري ومندول ولوقونيس وماوكيبي الشرقية اشتركوا في القناة